كان هناك دروس مستفادة للإسرائيلين من خلال هذه العمليات السابقة باعتقاد الآن هذا القصف الممنهج والمدفع سيليه لاحقا من مراطق التحشد التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية عمليات توغل على أهداف محددة لدى القيادة الإسرائيلية سيتصدى رجال المقاومة بأسلحة الميمدال الموجودة وعبوات العمل الفدائي والأسلحة ضمن إمكانياتهم لهذا الهجوم الجارف من قبل القوات الإسرائيلية الآن يمكن أن يكون عملية سياسة التخطي التي سيقومون باتباعها لإسرائيليين ستزيد من فترة القتال في الأيام القادمة يعني أنا أريد أن نوضح أكثر سياسة التخطي لا يمكن للإسرائيليين أن يقعوا بنفس الأخطاء التي وقعوا بها سابقا الدخول للمناطق المبنية والمكتظة القطاعات المدرعة لا تستطيع أن تقاتل بحرية داخل المناطق المبنية لا يتوفر للدبابات ميادين رمي لاستخدام أسلحتها تصبح مقيدة في الحركة الآن جنود أبطال المقاومة الموجودين داخل المناطق المبنية والمناطق المهدمة أود أن أشير بأن ما قامت به طائرات سلاح الجو الغاصب والقوات البرية الإسرائيلية من تدمير المجمعات السكنية هي أوجدت كتل خرسانية تستخدم كسواتر خرسانية يمكن أن يسفيد منها رجال المقاومة الآن يمكن لرجال المقاومة أن يقوموا برصد حركة الآليات المدرعة والمدولبة يعني الدبابة صوتها عن مسافة يمكن أن يتم سماعه لذلك رجال المقاومة في المواقع المتواجدين فيها يمكن أن يقوموا برصد وسماع هذه الآليات القادمة أثناء المرحلة اللاحقة التي سيتوغل فيها الجيش الإسرائيلي ويتم التعامل معها باستخدام أسلحة الميمدال سواء كان من مسافات 100-150 متر أو من المسافة الصفرية باستخدام عبة العمل الفدائي من الصعوبة على القوات الإسرائيلية حتى في الميركافا 3 أو الميركافا 4 وبأي تقنية من الصعوبة على القوات الإسرائيلية أن تحدد أين يوجد رجل المقاومة لكن من السهولة على رجال المقاومة أن يقوموا بالرصد المراقبة وميادين الرمي ذكرناها لكن التخفي والتستر لا يستطيع العدو المهاجم أن يتخفى عن أنظار المدافع بينما المدافع يستطيع أن يتخفى عن أنظار القوة المهاجمة ويتستر من النيران باستخدام هذه السواتر الخرسانية وهذا ربما سيادة اللواء يعيدنا إلى القواعد العسكرية التقليدية التي كانت تتحدث عن أن المدافع مكلف بتدمير ثلاث أضعافه من المهاجمين والآن ربما الأمر أصبح أكثر سيدي لما نتحدث ما بين المهاجم والمدافع نحكي عن الأفضلية هذا الشيء يقارن عندما تكون القوة متكافئة لكن القتال في المناطق المبنية وأنا ذكرت تعدية مرات سابقة إن الأفضلية للمدافع على المهاجم ثلاث أضعاف والأفضلية هذه في القتال العادي في المناطق المبنية قد تكون عشر أضعاف وفي بعض من الخبراء العسكريين يعني في القتال في المناطق المبنية وعندما يكون هناك شبكة أنفاق ويكون رجال المقاومة مؤهلين مدربين تدريب عالي ولديهم تكتيك عسكري قد ترقى هذه الأفضلية بالنسبة 1 إلى 26 لذلك هو يوجد في ميزان القوة عندما نقارن القوة كقوة مجردة التفوق مطلق للجيش الإسرائيلي لهذه العصابات الإسرائيلية لكن عندما نأخذ بعين الاعتبار الكفاءة وهذا كان مفاجئ ليس فقط لإسرائيل وأجنسات الاستخبارية إنما لحلفائها في الغرب وحلفائها في المنطقة بهذه القوة القتالية الموجودة لدى رجال المقاومة السبع أسابيع الماضية حتى وإن لحق برجال المقاومة شيء من الخسارة أنا بأعتبر سبع أسابيع هذا كمناورة أو تمرين لنعتبره تمرين عسكري بالذخيرة الحية قتال بين طرفين كذلك رجال المقاومة استفادوا نعم قد يكون لحق بهم خسائر لكن هم كذلك استفادوا من خلال هذه الأيام التي تم تنفيذ القتال ما قبل الهدنة لأن هذا تمرين حقيقي في ساحة المعركة ترجمة نانسي قنقر